أحبائي المشاهدين نرحب فيكم أهلا وسهلا فيكم الفضائية الأرامية ومعنا سهرة جميلة اليوم باسم يسوع وأنا حابب بنعمة الرب رحب ببيفنا العزيز والغالي علينا جدا دكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا بيكم يا خسوري أنا فرحان جدا نكون مع بعض في هالحلقة نقدر نتأمل فيها بعنوان الرب يسوع المسيح والتجربة قديش موضوع حلو دكتور إذا بتحب رحب نعمة الرب أقرأ المقطع اللي رح نتكلم منه وبعدين حاول نتساءل ونخلي أخوتنا المشاهدين يكونوا معنا بهالحلقة ومنرحب بأسئلتكن وبأي تعليقات من وجودكن معنا في هالسهرة الروحية دكتور نحب نصلي قبل ما نبدأ آمين شكرينك من كل القلب يا رب آمين لأجل كل وقت تمنحنا أيها يشرفنا الروح القدس بالاستخدام الإلهي ليعلن عن ذاتك من خلالنا كأواني ضعيفة مسكينة شكرينك من كل القلب لأنك تسر أن تقدم ذاتك للنفوس الغالي على قلبك لأنه ليس بأحد غيرك الخلاص شكرينك لأنك تريد أن تقدم ذاتك كنموذج رائع ومثال عظيم نقتفي خطواتك نقتدي بيك نسير خلفك مكتوب تاركا لنا مثالا لكي تتابع خطواتي نستودع البرنامج كله بين يديك من أسئلة وأجوبة وأحباءنا المشاهدين والمشاهدات نضع الكل بين يديك يلي تسر بالعطاء أكثر من الأخذ يلي بتفرح لما بتبارك شعبك أصلي من كل قلبي بركة لكل المشاهدين ولنا وقتا جيدا وقتا نسمع ونستفيد وقتا نشعر ببركة حضورك بيننا نسق فيك يا رب لذلك نصال لشخصك لك الكرامة والمجد إلى الأبد آمين أحباء المشاهدين رح بنعمة الرب نقرأ بعض الأعداد من إنجيل متة وصح أربعة نتكلم عن تجربة الرب بسوء المسيح عندما قصيدا من إبليس لكي يجرب إنجيل متة صح أربعة ابتداء من عدد واحد ولنهاية العدد الحادي عشر ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه آمين ربي بارك إلينا الكلمات الحلوة نتأمل فيها عن شخص الرب يسوع المسيح ومقابلته مع إبليس وانتصاره على التجربة دكتور حليم بقراءتي له الموضوع وانتباهي لشخص الرب يسوع المسيح كل الأناجيل وكل الكتاب يتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح عن هذا الإنسان الذي تجسد ومشي على أرضنا وعاش على هذه الأرض بحياة كاملة بحياة بعيدة عن الخطيئة لكن لما بقرأ هالمقطع بحتار شوي لما بقول إنه طيب أصعد لكي يجرب يعني بيريت بنحاول نفهم الموضوع ليش الرب يسوع المسيح أصعد وليش لازم يجرب كشخص مثل الرب يسوع المسيح شيء عظيم الحقيقة وخاصة أنا لما بيوبى الحديث عن هذا الشخص الرائع العظيم قدي قلبي بيفرح ويبتهج عارب فيه أشخاص لما تتكلم عنهم يجي لك نوع من الاكتئاب مجرد ذكر سيرتهم كده تبص تلاقي نفسك لاش عاريا اكتئبت ذكر سيرتهم لكن هذا الشخص ما فيش مرة تتكلم عنه إلا ولو عندك كآبة تفارقك حزن يسيبك ويمشي فعلا ذكر اسمه رائع يعني عارف لما يقول أشبعه إذا استيقظت بشهبك بعدين لما بيتكلم عن اسمه ذكره للبرقة بس تذكره بس كده مجرد اسمه اسمه الغالي له كل المجد اسمه يسوع فأنا سعيد الحقيقة إن احنا بنحكي عن هذا الشخص الموضوع يمكن ياخد معانا يا خسوهيل عدة جوانب قبل ما أنا أخوض في حكاية أصعد ولازم يجرب الحقيقة معلش أنا أعاوز أظهر إنسانية هذا الشخص المختلفة تماما مع إن الكتاب المقدس بيقول عنه إن تشارك معنا في اللحم والدم ويقول الكتاب عنه كان لابد أن يشبه إخواته في كل شيء إخوته يقصد بهم المؤمنين شابهنا من حيث وجود الجسد والنفس والروح كالإنسان شخص متفرد لازم أتكلم عن إنسانيته لألا يظن البعض أنه يقف في الصف في المقدمة ثم يليه النبي فلان والنبي فلان أشعية وأرمية وولى موسى وبعد كده الرسل وبعد كده إحنا وهي برص الصف لا 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 ما ينفعش هذا الكلام نهاي ده خارج الصفوف بتاعتنا تماماً صحيح أتى إلينا في عالمنا مشابهًا إياهنا في الدم واللح لكنه لابد أن نعرف أن مسافة بيننا وبينه زي ما بيقول في العهد القديم أن يكون بين الشعب وحامل التابوت قبل عبوره الأردن ألفيز رعب القياس مرة كنت بفكر في نفسي مع نفسي إيه ده طب ليه المفروض يكونوا وراء التابوت مباشرةً؟ لا لازم يكونوا بعيد عن التابوت كل الشعب ألفيز رعب القياس متميز صحيح إن فيها غرض مرتبط بالنظر لو كلهم وراء التابوت مش هيشفوه لكن لما يكونوا على مسافة بعيدة يقدر كلهم صغير وكبير يشوف التابوت يتحقق من رؤياه دي ناحية لكن من الناحية الأدبية والأخلاقية والناحية اللاهوتية لأ ده متميز الكل يعرف إن فيه مسافة كبيرة بيننا وبينه ما نقدرش نقول عنه زي موسى ولا نقدر نقول زي إلي ولا نقدر نقول زي أي مؤمن مهما كانت صفاته ومهما كانت تقواه وقداسته أصله ده مين ده أصله قبل ما يكون إنسان هو الله عشان كده مش إلهاً آسف إنساناً متألهاً لا مش إنساناً متألهاً ده يبقى كفر على طول ده يبقى قمة الوسانية أو الإلحاد يبقى زي ما قال عن الرسول بوليس للمؤمنين في مدينة روميا الأصحاح الأول عن ناس قال لك معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم بس يقول بعدها لما عرفوا الله لم يشكروه أو يمجدوه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وأبدلوا مجد الله بشبه الزواحب والدبابات وبعدين يقول لك عبدوا المخلوق دون الخالق يبقى احنا وصلنا لهذا المستوى لا مش إنسان متأله لكن الله آتياً إلينا في الاتضاع اللي ما بعده اتضاع الإنسان عشان كده الله ظهر في الجسد الكلمة اللي هو الله صار جسداً وحل بيننا لم يحسب خلثة الرسول بوليس قال للمؤمنين في مدينة فليبي لم يحسب خلثة أن يكون معادلاً لله بمعنى أنه لم يأخذ هذا المركز اختلاساً لكن حقه الشرعي كما أن الآب هو الله هكذا الابن هو الله بس يجي بعده وقال لك لكنه أخلى نفسه أخلى نفسه من الظهور بالمجد والبهاء والقوة وجاناً في صورة الاتضاع أخلى نفسه آخزاً صورة عبد آخزاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وجد في الهيئة كإنسان شوف بدأ بكلمة عبد الناس إنسان إيه ده؟ مين ده؟ رب المك عشان كده لما بنقول عنه الإنسان يسوع المسيح لا يخطر على بال المشاهدين أننا نتحدث عن نبي من بداية البرنامج بقول هذا الكلام لم نتحدث عن نبي ولم نتحدث عن رجل صالح ولم نتكلم عن ولي ولم نتكلم على رسول من الرسول لكننا نتكلم عن الإله المتجسد اللي شابهنا في كل شي ولذلك في إنجيل متة على فكرة موضوع التجربة دي اللي بنتناقش فيها معا دي وردت في ثلاثة نجيل لازم برضو ألفة الانتباه جد في إنجيل متة اللي بيتكلم عن المسيح الملك وجد في إنجيل ماركوس اللي بيتكلم عن المسيح الخادم لله وللناس وجد في إنجيل لوقة اللي بيتكلم عن المسيح الإنسان المليان نعمة القريب من الناس أما يوحنى لم ترد من قرب أو بعد ليه؟ لأنه بيتكلم عن المسيح هو الله فده فوق الشياطين وفوق الكل الشيطان مين اللي يقدر يروح ناحيته أو يجربه لهذا لم تأتي التجربة نهائياً ذكرها من قرب أو بعد في إنجيل يوحنى لأنه بيتكلم عن المسيح باعتباره هو الله فلكونها ما جاتش في إنجيل يوحنى إحنا كمان في برنامجنا مش هنحكي عن لهوت المسيح لكن إحنا بنتكلم عن ملك المسيح أو عظمة المسيح كملك روعت المسيح في خدمته كالخادم عظمة المسيح في إنسانيته كالإنسان ودول الثلاثة أناجيل بتعوتنا وعلى فكرة الشاهد العظيم اللي شهد لربنا يسوع المسيح وكماله كالإنسان الكامل اللي وصل إلينا الآن يعني هرجع بحضرتك قبل أن ندخل في التفاصيل بتاعت الفقرة اللي قرناها من إنجيل متى أصحاح أربعة وأحبانا المشاهدين لو عاوزيني تابعوا معنا كمان جات في إنجيل مرقص الأصحاح الأول وجات في إنجيل لوقى الأصحاح الرابع ربما تبدو بعض الاختلافات لو حبيت تقراهم وتتناقش وتتصل بنا إحنا مستعدين برضو بنعمة الرب وبقوة الروح القدس نجاوبك لو حسيت في أي نوع من التناقض أو الاختلال هرجع بيك على الأصحاح الثالث أصحاح الثلاثة في أصحاح الثلاثة بيتكلم عن إيه بقى؟ بيتكلم عن إني اليهود راحوا ليحنى المعمدان علشان يعتمدوا منه يحنى المعمدان ده آخر أنبياء العهد القديم وأعظم المولودين من النساء فالناس رايحة ليحنى المعمدان تعتمد في نهر الأردن معترفين بخطاياهم يعني قبل ما ينزل نهر الأردن يدفن فيه كان بيقول أنا خاطئ مزنب أغطأت وأزنبت في حق الله بناء على ذلك كأنه حكم على نفسه بالموت بس هيموت في قبر مائي وقوم يطلع عشان كده معترفين بخطاياهم حتى الفريسين والكتب ورجال الدين راحوا ويحنى المعمدان قالهم يا أولادي الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآذي أنتوا عايشين في تمثيلية وحتى عندي أنا جايين تمثله فيحنى المعمدان كان صريح وجريء لأن ده الصوت السابق للآتي وهو الرب له كل المجن تخيل بقى في الأصحاح الثالث وقال لك إن الرب يسوع راح يعتمد من يحنى المعمدان إيه ده؟ إنسان أنا عاوز بس نشوف الفرق بين إنسان والرب إنسانية الرب يسوع وبقية البشر رايحين كلهم يعتمدوا معترفين بخطاياهم أما رب المجد يسوع راح يعتمد ما يقولش الكتاب يعترف بخطايا خطايا اللي يعترف بيها ده الكتاب المقدس قال عنه لم يعرف خطايا في كورونسي ستانية خمسة وعدد عشرين لم يعرف خطايا في عبرانيين أصحاح اثنين وأصحاح أربعة يقول عنه بلا خطايا كمان بطرس الرسول بيقول عنه في أصحاح اثنين في الرسالة الأولى لم يفعل خطايا ولو وجد في فم غش يوحنى الحبيب في يوحنى الأولى ثلاثة يقول ليس فيه خطايا خيل بقى لم يعرف ليس فيه خطايا لم يفعل بلا خطايا طب ما رايح ليه رايح يعتمد ليه رايح يعتمد المعمدان أدرك مين هو ده الشخص وعرفت عشان كده يقول له أنت جاي تعتمد مني أنا ده أنا مستهل شنحني وحل سيور حزاءك جاي تعتمد مني قال له يا جوز ينبغي أن نكمل كله لازم فدخل واعتمد لاعتربه الخطيئة لأن خالم الخطيئة لكن كان لابد أن يشارك شعب في معمودية قومية لازم يدخل نهر الأردن صورة لما يفعله ويحققه لأن ده هو الناس إحنا لما بنتعمد بنموت مع المسيح دفلنا معه في المعمودية بس المسيح مش مرس معمودية بس ده ما تموت فعلي ما تموت فعل على الصليب فعمل إنجاز التعبير الرسم الهندسي لموته على الصليب قبل ما يروح على الصليب بس بقى أشوف الجمال والحلاوة السماء ما يقولش الكتاب نادر لما قلت فتحت بس اليوم ده مفتحت مفتحت له السماء طبعا السماء لازم اختلف ده كله بصص إن يسوع ده إنسان واللي يقول عنه ابن النجار واللي يقول عنه ابن مريم وكل واحد يقول بطريته لكن لما داخل نهر الأردن انفتحت السماء لم تنفتح السماء لأحد لكن انفتحت لهذا الشخص الرائع ده أكتر من كده في سفر التكوين واحد يقولك الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه مش لقي مقر مش لقي مستقر لي لما جاء الطوفان في أيام نوح وأطلق الغراب حام على وجهه لأجسس مجاش تاني لكن الحمامة لما خرجت طلعت الحمامة وملئتش لها مقر رجعت تاني رجعت مليهاش مقر الروح القدس لم يجد مقر ليستقر عليه بسبب الفساد اللي صار في الخليقة بسبب السقوط لكن لما المسيح نزل للأردن قولك جاء انفتح حرد سماء جاء الروح القدس واستقر عليه كحمامة استقر لقي رحته لقي مقره لا ده كمان الآب يتكلم من السماء وقال الشخص ده اللي انتو شايفينه انسان ونزل للأردن معاكم هذا هو ابن الحبيب الذي به سريرت يا سلام مميز ابن الحبيب الذي به سريرت عشان كده شخصية المسيح تختلف مميز في كل صفات وطبيعته ولا نظن انه مجرد نبي او رسول او رجل صالح او وليه لكنه الله المتجسد شاكده لازم واحنا بنقرأ وناخد بالنا واحنا بنتكلم كمن دلوقتي عن انسانية والتجربة ما نخلطش بين تجربنا احنا اللي بنتعرض ليها كبشر التي تنتج نتيجة احيانا كثيرة مما هو عامل فينا يجرب الانسان اذا انجزب وانخدع من شهوته كما يقول يعقوب في رسالته لكن ده امتحان النموذج ادانا الروح القدس اتنين نموذج نموذج للانسانية الاولى او الخليقة الاولى ونموذج للخليقة الجديدة فيه نوعين من الخليق فيه الخليقة القديمة رأسها ادم فيه خليقة جديدة رأسها المسيح الانسان الساني لما يتكلم الكتاب عن ادم يقولك عنه ايه الانسان الاول ترابي ادخل من التراب جبل الرب الاله ادم من تراب لكن يجي يتكلم عن المسيح أقول لك الإنسان الثاني الرب من السماء فيش الثالث والرابع على فكرة هو الأول والثاني الأولاني وقعوا سقط في الخطيئة فكانت النتيجة كل جنس وكل الخليقة اتخذت في رجليه للأسف وصارت تعاني من هذه السقطة التي سقطها آدم فدي الإنسان نموذج نموذج بني ما بينك ما نقدرش نقطفي خطواته ما نقدرش نمشي وراء ما نقدرش لكن النموذج الثاني بقى الإنسان الثاني الرب من السماء ده نقدر نمشي وراء تركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته في المسيح يحيى الجميع في آدم يموت الجميع في آدم خليقة أولى في المسيح لأ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة فأنا عند اتنين الشيطان بقى عمل إزاي جرب الأولاني وقع وسقط عايز يجرب التاني لا ما تقدرش عليه ده بقى مهزوم مهزوم ما تحاولش الأولاني اسمه آدم الأول لك رب المجد يسوع اسمه آدم الأخير آمين هو ده المنتصر اللي يسود عليه كل شيء أنا أصدت الحقيقة أوضح فكرة إنسانية الرب يسوع قبل ما نخوض في موضوع التجربة آمين ده كثير مقدمة حلوة نعرف إنه يعني إبليس لما عم بيجرب وبفكره إنه يوقع الرب يسوع النسيح آدم الأخير متل ما وقع آدم الأول عم بيحاول إنه يقدر يكسب المعركة وكأنه اختلط الأمر عليه كأنه آدم الأول عم بيحاول يوقعه ولكن السؤال يبلفط نظري إنه إبليس مصر إنه يوقع الرب يسوع المسيح مع أنه عم بيقول له إن كنت ابن الله يعني عم بيحاول مع أنه يعني هو بيعرف الرب يسوع المسيح متل ما كلمنا قبل شوي من إعلان الله الآب إله فليش إبليس مصر عن هالموضوع هيدا عارف النظام المناظرات أنا بسمعه نظام المناظرات لما يكون فيه اتنين مرشحين لرئاسة البلاد لازم يجيبه لتنين قصد بعضيهم عارف نظام المناظرة أو واحد مش عارف مش عشبات عليم المسيحية وينعمل مناظرة مع واحد شغل المناظرات دي واخد بالك بالضبط كده كأن تعال نظرني ونظرك ونشوف من اللي ينتصر ما هو عمل مناظرة معها أدم ومراته بس الأدم ومراته وقعوا لكن يقدر على دفع مناظرة اللي يعملها ده الغريبة أني برضو عاوز ألفة الانتباه لشيه أن الشيطان قاعد يتحين يعني لما لما مجربش الرب يسوع أو امتحن أو دخل في المناظرة معاه إلا في التوقيت ده يعني كان المفروض مثلا هو عمره 12 سنة عمره 17 20 لكن ليه لما بدأ خدمته وهو في عمره 30 سنة ورح بدأها اعتمد وبعد كده ابتدى يخدم ليه دخل الشيطان في التوقيت ده يورينا خبس الشيطان خبيس خبيس فعلا وحي له الماكرة ودي على فكرة أنا مش بتهمه ده الكتاب اللي قال عنه قال عنه خبس وقال عنه صاحب حيل ومكر خداع وخداع فالحيل والخداع والمكر بتاعته من ضمنها يتحين الوقت المناسب علشان يقدر يحط فعلا السؤال المزبوط اللي بيه يظن انه هو هينتصر لكن بينقلب عليه فالتوقيت يعني توقيت التجربة نفسه اختار الشيطان يعني حسمها مزبوط بينما بينك واختار توقيت ايه اختار توقيت ايه اللي هو اختار التوقيت بعد ما انفتحت السماء طبعا هو معاين مش شايف ان السماء انفتحت فانا اعتقد يتساءل لان كان مجهول عنه الشيطان ما يعرفش مين ده مين ده اللي طب خلينا شوف مين مين تفتحت السماء كان الامر المدهش ان الروح القدس يأتي عليه كحمامة كحمامة وده برضو مدهش شيء التالت شهادة الاب هذا هو ابن الحبيب الذي به سريرت وكان الشيطان قال الله عرفته ده تاري هو طيب وانا هيك هسيبه مش هسيبه فاختار التوقيت رقم واحد بعد الاعلان الاله عن من هو هذا الشخص رقم اثنين اختار التوقيت بعد ما الرب صام اربعين يوم واربعين ليلة بس في الاربعين يوم والاربعين ليلة اللي الرب يسوع صامهم يعرفنا البشير مرقص حاجة ما ذكرهاش البشير متى وما ذكرهاش كمان لقى البشير لكن ذكرها مرقص شوفها اراها بس يقول ايه الكتاب وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل مرقص واحد من عدد تسعة وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يحنى في الاردن وللوقت وهو صاعد من السماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السماوات انت ابن الحبيب الذي به سرير لحظ بقى عدد نشره لك وللوقت عشان كده انا اقصد ان انا اذكر الوقت وللوقت مجرد ما طلع من المعمودية والشهادة الالهية جات عن مين هو الشخص ده وللوقت اخرجه الروح الى البرية لاحظ اختار مكان البرية ما انفعش الا بهذه كيفية والبرية تتنسب مع الحالة هنشوفها دلوقتي هنسيبها بس دقيقة واحدة يقول الى البرية وكان هناك في البرية طبعا الروح هنا مقصود بالروح القدس اخذه الى البرية كان هناك في البرية اربعين يوما بس خد بالك من العبارة اللي ما جاتش في الانجلين يجرب من الشيطان يعني اربعين يوم يجرب من الشيطان هاراها تاني كان هناك في البرية اربعين يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه لاحظ لقال عنه صام ولقال عنه صيام اربعين نهار وليلة لكن لقى على طول راح البرية البرية هناك اربعين يوم يجرب من الشيطان يعني نفهم من كده ان التجربة مش ملخصة في التلاتة دول دولة يعتبر اللي هي النهاية نهاية الماطش نهاية الحق يسموها ايه المصارع حلبة ولا يسموها دي النهاية دي بقى اللي خلاص بقى عمال نمتحن بعض ونواجه بعض اربعين يوم لق بص بقى هنجيب من الاخر فدولة التلاتة اللي يعتبروا التب عند الشيطان اللي هي يعتبرها الضربة الاخيرة بس الضربة الاخيرة انعكست عليه وبعديها كان الرب على طول يخرجه من يخرج الارواح النجسة من اجساد البشر وبيقى شوطان مهزوم 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 لغاية معركة الصليب صحق رأسه عشان كده التوقيت اللي اختاره بعد الشهادة اللي شاهدها القاب والروح القدس رقم اثنين البرية استخدم المكان فرصة علشان يقدر يجرب فيها البرية قحته جذوبة ومرقز ذكر عبارة كان مع الوحوش دي كلمة مش سهلة كان مع الوحوش بس الوحوش هاي اللي يتقرب منه هو في واحشة يقدر يقرب ده خالق الوحوش ده سيد الاسياد بس الروح القدس عاوز يورينا صعوبة البرية وقسوتها عشان كده لما يقول البشير متى او البشير لوأة يقول عبارة يقولك ايه ففي عدد يقولك ثم اصعد يسوع البرية من الروح ليجرب من ابليس فبعد ما صام اربعين نهارا واربعين ليلة جاع اخيرا اخيرا فتقدم اليه المجرب يعني عارف بحسابها حساب كل يوم بنصرع مع بعض كل يوم بننظر بعض ودايما غالب 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 لغاية دلوقتي لو مرة في كل يوم يبقى النتيجة لغاية دلوقتي تسعة وثلاثين صفر هاي بقى اليوم الاخير يبقى اربعين صفر يا هاي بقى تسعة وثلاثين واحد فتخيل بقى طوال كانت الامر الاخير خلاص اخيرا جاع تعجبني كلمة دي اوي فتقدم ابليس امت تقدم لما لقيه جاع جاع ولما جاع راح مسكومن النقطة دي انت ببرية وزعت بقى يلا بينا بقى نتحاور وعايز الفة الانتباه يا خسوهي اللي درس مهم في الموضوع ده ان مش في كل ظروف في الحياة ابليس بيجربنا لكنه يتحين الوقت والظروف ولذلك الرسول بوليس بالروح القدس يقول ولا يعقوب لا تعطوا ابليس مكانا بوليس الرسول للمؤمنين في مدينة لا تعطوا ابليس مكانا وتدلوش مكانا ولا تغرب الشمس على غايزه وكمان يعقوب يقول قاوموا ابليس فيهرب منكم فيهرب منكم نفس الكلام قاله الرسول بطبس قاوموا راسخين في الإيمان يعني بيني ما بينك لا يكف معناها إن إبليس يتحين الوقت والظروف الملائمة بالنسبة له فيأتي إلينا كمؤمنين ليجربنا أو يمتحنا لشان كده لازم أصحوا ويسهروا لازم يكون يقزين لهذا العدو وهنا الرب عاوز علمنا قدوا بالكم مش في كل وقت بيحارب يجرب لكن فيه توقيت معين يتصيده لفعل التجربة وعندما نكون ضعيفين عندما يضعف الإنسان بعدة أشياء لما مثلا نستخدم الجوع عند الرب يسوع المسيح نعم ونحن بيستخدم حاجاتنا اليومية الأشياء المنمرفية المنتواجهة في الحياة حتى يجربنا بالتجربة لأنه بيكون ضعف وقت يعني أدي مثال مدام مدام بنحكي في هذا الأمر أدي مثال بسيط يعني ما يقدرش الشيطان يجرب أو يقرب نحية أيوب ويشتكيه إلا إذا كان فيه وقت ملائم ومناسب بنوا الله اجتمعوا جاء الشيطان في وسطهم قال الشيطان لله قال له قال له هل مجانا يتقيك أيوه شبت بقى اختار الوقت اجتماع اختار الظرف مجانا يتقيك ما انت أخضقت علي بالخير كله يعني شب بيتقن السؤال يتقن الوقت بالضبط كده أحيانا كتير تدعكس الأمور يعني كل ما يمتلكه أيوب راح ضاع ممتلكاته ضاعت أولاده ماتوا بناته ماتوا يستخدم العكس بقى فن إلهك اللي بتحكي عنه وجربك التجربة المرة جرد لو بحبك ما كانش جردك من كل ما تملكه أولادك أحشاءك فن الرب وده استخدم فيها امراته سب الله لسه متمسك بالله بعد متمسك بكمالك يا أخي سب الله موت شوف وصل غد فين قال لا تتكلمينك أحدى الجاهلات الخير نقبل والشر اللي نقبل وفي كل هذا لم ينسب أيوب لله جهال ما أعجب الاعتماد على الله فالشيطان دايما يتصيد الأشياء يعني برضو اسمحلي أو الساحة حبتي يعني مثلاً ناس كانوا أغنياء أنا مش عايز أحرك المواجهة لكن أمرهم لله لأننا يمكن الكلام يفيد حد من المشاهدين كنا عايشين في بلادنا في العراق ولا سوريا ولا مصر ومرتحين وكان الواحد بيشغل عمال عنده وكانت الممتلكات ما شاء الله يعني وكان الرخاء والغنى وغير محروبين من الشاي يدور معانا الزمن وكل شيء اتخذ مننا ونطلع بتيابنا وفيه مننا اللي مات ودعناه في السكة بالموت شطان على طول يدخل في القصة دي أين الله فين الله يا حبيب قلب اللي يحكو لك عنه في الكنيس والخدمات شايف عاوز أقول شفت المدخل بيدخل إمتى لكن وإحنا في بلادنا والظروف مية مية ما يدخلش ولا يتكلمش لكن هو يتحين الفرصة واحد تاني صحيح البدن صحته زي الفل يجي له مرض يقول له فين إلهة لا ده أكتر من كده وقال لك إزاي واحد مريض في أسرة كله مؤمنين يصوم ووصله لأجل شفاءه ويسمح الرب أن ياخده يريحه من المرض ودنيا الهم والغم وينضم إلى قومه ومع المسيح ذاك أفضل جدا يروح داخل الشيطان وقال له إيه فينهي محبة الله اللي بتحكي عنه وفينهي استجابة الصلاة لو كان يستجيب الصلاة كان شفاه لك نعم الله يخليك أنتوا عايشين في الوهن فدايما يتحين الفرص يتحين الأوقات والظروف شاكده مرة تانية هقول أصد الروح القدس حط اللي قبل التجربة التوقيت دايما ياخد توقيت الشيطان علشان يدخل في معمعة انتصالنا عن الله آمين آمين الحقيقة مكتوب عنه أنه خداع ومكتوب عنه أنه محتال ومكتوب عنه أنه مستغل والرب يسوع يعلمنا أنه كيف نقتدي بربنا يسوع المسيح في التجارب رح نيجي عليها بعد شوي أحباء المشاهدين رح نستمر معكم بنعمة الرب ورح ناخد فاصل بسيط نرجع على أن نكون مع بعض في هذا الموضوع أحباء المشاهدين نعود معكم في متابعة هذه السهرة الروحية وهذه الحلقة التي هي بعنوان الرب يسوع المسيح والتجربة أتكلم الأخ الحبيب الدكتور ضيف هذا البرنامج دكتور حليم عن الرب يسوع المسيح هو مكانته المنفردي كهو الإنسان الكامل الإله الذي تجسد هو مش مثل باقي الأنبياء مثل ما سمعنا في الفقرة الأولى من البرنامج مش مثل مش كنبي ولا كرسول ولا كإنسان عادي ولكن هو الله الذي ظهر في الجسد وتكلمنا عن شخص الرب يسوع المسيح كالشخص المنفرد في كل شيء وأيضا تكلمنا عن إبليس الذي يحاول أن يستغل الفرص ويفتش عن أوقات الضعف لكي يجرب الرب يسوع المسيح وبالتالي حاول في هذه القصة وفي هذه المرحلة من حياة الرب يسوع المسيح أن يجربه دكتور من خلال الحديث عرفنا أنه إبليس فعلا يستغل الوقت المعين لكي يجرب الرب يسوع المسيح طيب إذا بدي أسأل كيف طريقة تجربته للرب يسوع المسيح شو هي الطرق شو هي الأنواع كيف بده يجرب الرب يسوع المسيح هذا الخدع على فكرة بالمناسبة الشيطان لو تدرس الكتاب المقدس مع أنه خدع وماكر وخبيس وبنقول بيستخدم طرق كتير لكن كلها بتدورها في إطارات محددة ما هو شيء متسع في فكره كاتساء الله في أفكاره التي لا تحدى بحدود فتبصت لاقي اللي استخدمه مع المرأة في سفر تكون أصحى ثلاثة واللي تسببت في سقوط آدم هي نفس الأشياء اللي بيستخدمها أو استخدمها مع الرب يسوع بلون مختلف بطرق تاني ونفس الطريقة برضو اللي بيستخدمها معنا إحنا المؤمنين يعني لما يذكر الرسول يحنى في الرسالة الأولى من الرسالة اللي كتبها في الرسالة الأولى والأصحاح التاني وعدد خمستاشر على ما أفتكر لم يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم وبعدين يقول إيه اللي في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ودي اللي عنده يا إما يستخدم الجسد وشهواته أو العيون ورغباتها وشهواتها أو العظمة والتعظم اللي عاوز يعيشه الإنسان تعظم المعيشة هم دولة التلاتة استخدمهم مع آدم نفس الطريقة استخدمهم مع الرب يصبح سبطرق تانية نفس الشيء بيستخدمهم معنا إحنا حتى المؤمنين ويستخدم التلاتة في تدمير الخطات وبعدهم عن الله فأنا قادر أقول أن الإطار بتاعه محدود بيتحرك بس للأسف إحنا بنجهل حيا يعني الرسول بوليس لما كتب للمؤمنين في كورونسوس قال لهم لا نجهل أفكاره وقال لألا يطمع الشيطان فينا وبعدين يقول كمان لا نجهل أفكاره يعني ليه فكره بيطمع فينا ويسقط الإنسان في عطبه هلأ لا ده كمان يسقط الإنسان في فخاخ قال عنها الرسول بوليس لما تكلم عن شروط الأسقفية غير حديث الإيمان وبعدين ما يكونش صغير السن لألا يتصلف فيسقط في فخ وتعيير إبليس يعني ليه فخ ليه شباك ليه تعيير بس كل الإطارات اللي بيستخدمها بالدور حول سلاسة أشياء رئيسية ومهمة ودول بيحبهم الإنسان إشباع الرغائب الجسدية والنفسية العين تشتهي توصل للنفس والمركزية المركز وعلى فكرة التلاتة دول هو الوقع فيهم بس اللي وقع فيه بيحاول وقع غيره فيهم يعني هو نفسه إبليس لما الرب يسوع اتكلم مع اليهود اللي كانوا عاوزين يقتلوه قال لهم أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا فهو شهواني حاجة تانية يتكلم عنه الرب وقول من البت قتالا للناس عظمة مبسوط أن يقتل الناس وشقتلت كمان قال لما يتكلم يتكلم بالكذب ما عندوش حق فقدي إبليس إطاره ثلاثة بعيشهم إطاره ثلاثة بيجرب فيهم الإنسان بس وقع معه الذي لا يمكن أن يغلب منه ولا من رئيس الشياطين حتى نفسهم كلهم وقع مع مين وقع عادة من الأول آه وقع رأت المرأة أن الشجرة قال لها تلات حاجات جيدة للأكل شهية للنظر شهية للنظر بهجة للعيون صارت أو حاجة زي كده زاد عليهم يعني خدت بالك إيه ده يعني التلاتة هم اللي هو بص بقى دخل مع الرب يسوع دخلات إزاي دخل الدخلات دي اللي دخلها هنقرأ يقول جاع أخيرا عن الرب يسوع فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل فقل أن تصير هذه الحجارة خبزة يمكنني أن أردتها على مهلي وأصد أتك على بعد النقاط أو الحروف إن كنت ابن الله طيب ليه الشيطان قال العبارة دي جبها منين هل الشيطان يعرف موضوع التجسد الإلهي أولا الموضوع ده معروف عند الله المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم إبليس لا يعرف إطلاقا الأزل ولا يعرف الآتي عرف إزاي إن المسيح ده ابن الله بيقول له إن كنت أنت ابن الله عشان كده أنا أصدت أن أنا في بداية البرنامج أقرأ الأصحاح اللي قابله عرفها من الإعلان الرب يسوع له كل المجن في إنجيل متى أصحاح 11 قال عبارة ظريفة أو بعد موبخ المدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتوب في إنجيل متى 11 عدد 20 حينئذ ابتدأ يسوع يوبخ المدن التي فعل فيها أكثر قواتي لأنها لم تتوب يجي بعد كده بعد التوبيخ في عدد 25 قل له أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها دي عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للبسطاء للأطفال يعني البسطاء بس بعدها ألعبها جميلة كل شيء قد دوف علي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب إلا الآب دي تحط تحتها مليون خط ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب لا تقول لنبي ولا وعظ مشهور ولا تقول لرسول ولا غيره الله طب ما بطلس قال له أنت المسيح ابن الله الحي طب ما الرب جاوبه قال له إن دمن ولحمن لم يعلن لك آب الذي في السماوات هو الذي أعلن لك فعشان كده الناس اللي بيتخبطوا بيسألوا ومش قادرين يدركوا يفهموا غصب عنهم ليهم حق بينما بينك ليهم حق لأن لا يعرف الإبن إلا الآب وبعدين ولا يعرف الإبن إلا الإبن وكل من أراد الإبن أن يعلن له يبقى إذن الإبن يعرفنا الآب الآب يعرفنا الإبن الروح القدس يعرفنا الأب والإبن آمين يبقى إحنا محتاجين لإيه للإعلان طيب إبليش عرفها منين من الإعلان إعلان لما الرب راح الأردن واعتمد يقول الكتاب جاء الروح القدس عليه كحمامة السمم فتحت الروح القدس جاء عليه كحمامة صوت الآب على طول وصوت من السماوات قائلا هذا هو إبن الحبيب الذي به السرير سمع ولا ما سمعش آمين هنا بقى صوت واضح قال لك لا بقى ده أنا كده دخلت مع إنسان تاني شكله وهنشوف بقى هيكون الكلام مصبوط ولا لا فأول حاجة عملها الشيطان عارف عمل إيه التشكيك وده أقوى سلاح أقوى سلاح بيستخدمه معنا إحنا نسل آدم لغاية دلوقتي حتى إحنا المؤمنين المرتبطين بالمسيح مرات كتير بيشككنا بيحطنا في الشكوك وده مشكلة لازم تتعالش في حياتنا الروحية بيشككنا ممكن سداني بيشككنا حينما في وجود الله بيشككنا في الزات الإلهية من الصح هم ولا إحنا البوزيين ولا الهندوس مش عارفين تهنى ويشككنا في محبة الله وكمال صفاته بيشككنا أن الله يسمع الصلاة ويستجيب يشككنا أن الله قدع على كل شيء مركزنا في المسيح بالضبط يشككنا في مركزنا في المسيح مصبوط فده أقوى سلاح بيستخدمه التشكيك فأول ضربة يضربها في التشكيك يشككه في لهوته إن كنت ابن الله يعني عاوز يقول له أنا سمعت الصوت اللي من السماء جاء وقال قدام الناس والملائكة والشياطين أن هذا هو ابن الحبيب أو أنت ابن الحبيب الذي بيه السورة تقولي بقى أنا عاوز برهان على كده لو أنت فعلا ابن الله اديني برهان شايف الضرب اديني برهان طب ويهل برهان اللي أنت عايزه إذا ابن الله وانت جوعان لا ده مش كده أنت ابن الله يبنط الله على فكرة الشيطان عارف واليهود عارفين ابن الله يعني الله يعني الشياطين يقولك كانت تقر وتعترف أن هذا هو ابن الله لا وكمان اللاجئون اللي كان على المجنون كرة الجدريين يقولك صرخ قائلا يا يسوع ابن ابن آه الحي كمان ابن الله العلي لماذا جئت قبل الوقت اللي تعزبنا يعني عرف أنه ديان العالمين وهو اللي يطرح الأشرار في العذاب كل كلام ده عارفه عرفه تعلمه عشان كده رايح يشككه في هذا الأمر إن كنت أنت ابن الله يبقى أنت على العموم لأن الله قادر على كل شيء تقدر تحول به الله يستطيع أن يحول الشيء من لا شيء وبالمناسبة على الفكرة أول معجزة عملها المسيح حول الماء إلى خمس قدرته على التحويل قاصد جواب ما بعده جواب لإبليس عاوزنا أحول الحجارة لخبز دي سهلة لا أنا أحول لك حاجة أصعب بها أحول لك الماء إلى خمس عشان كده أول معجزة عملها الرب يسوع كنوع من الجواب والرد حول الماء إلى خمس هرجع تاني إن كنت أنت ابن الله فقل لهذه فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا خبزا مع ملاحظة شيء برضو يعني هنا يقول له تصير هذه الحجارة مش حجر بينما في لواء يقول قل لهذا الحجر أن يصير خبزا لا أحسن بس حد يكون رجع للكتاب وأراهم فيقول لك طب ما هي فألحق قبل ما حد يتصل ويسهل أقول الإجابة البسيطة الشيطان يعرف من الإعلان الإلهي وما هو مكتوب أن رب المجد يسوع هو الملك ده حاجة ويعرف أني أرسل الفداء البشرية وخدمة الإنسانية فإنجيل متى لأنه كتب عن المسيح أو كتب عن المسيح باعتباره الملك فسلطان الملك على كل شيء مش على حجر سلطانه غير محدود دفع إليه كل سلطان ولذلك تلاقيها مش حجر تلاقيها حجارة ما تلاقيش مجنون مجنونا ما تلاقيش أعمى أعمايان ده سلطانه مطلق على كل شيء بينما إنجيل لوقة كان بيتكلم عن المسيح باعتباره الإنسان فعاوزي أقوله إن كنت وأنت إنسان فعلا أساسا ابن الله يبقى تقدر تحول الحجر مش أنكبرها عليك أوي فكل إنجيل كتب بما يتناسب مع وضع المسيح الطبيعي فكالملك الحجارة كالإنسان يبقى حجر كالخادم لا حجر ولا حجارة ما يذكرش التجارب لكن كان يجرب أربعين يوم حطها لي كلها في جملة واحدة نرجع تاني يقول تصير هذه الحجارة خبزا قل أن تصير هذه الحجارة خبزا خد بالك دقة للتجربة شكلها إيه ما قالوش يقول لهذه الحجارة أن تصير لحما أو تصير طعاما لكن حاجة الشخص تجوعان قبل ما يفكر فيه شيء حاجته فيه كسرة خبز شف لما إليه جف النهر والغربان بطلت يرسلها الرب تجيب خبز ولحم لاحظ كلمة خبز ولحم رح صرف التي لصيدون وكانت واحدة أرملة بتقش عيدان ناوية تخبص حب الدقي زي ما هي قالت أعمل كعكة فكل اللي طلبوا منها قالها كسرة خبز وتلاقي كلمة كسرة خبز موجود إبراهيم لما ضيف الرب والملكين قالوا ميلوا إلينا ويسندوا نفسكم بكسرة خبز فدايما الخبز للجائع شئ جميل فهو جاب له على الشئ اللي يعني خلاص أديك وصلت إنجاز التعبير لآخرك أخيرا جاعة بص بقى حل المشكلة نفسك لو كنت ابن الله حل المشكلة قول أن تصير هذه الحجرة خوز بطاعم حالك قبل ما اطاعم غيرك ببساطة كده كانت النتيجة أن الرب أعلن أروع إعلان في هذه التجربة أروع إعلان من الأعلانات الرائعة شوف نراها تاني مع بعض يقول إيه يقول أخيرا جاعة أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجرة خبزا لو خدت ما قال ما قال مكتوب 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 طب طب ده إليه المجرب نبقيه ما حلوة لما يقول كما السماوي وهكذا السماويون لما واحد في انجيل لقى 12 راح للرب يسوع قال له عنده مشكلة ممكن تحلها لي قال له ايه مشكلتك قال له قل لي اخي ان يقاسمني المراس لو هيقول لي انا وانت ببساطة نقول له طب هات اخوك ونحكي في الموضوع اقسط الاشياء لكن بص الرب لانه سماوي هو غالط الارضيات ومشاكلها يحلوها الارضيين لكن هو راح لوحد سماوي السماوي هيخليك تصيب الارض ومنت عاوز يقسم لك الارض يعني حاجة بالتفكير البسيط كما السماوي وهكذا السماويين جاي خلينا احنا سماويين هيحلوها شكل الارض لا ده بياخد قلبي من الارضيات وعلقها بالسماويات وان يوم اليوم اقول له اشتقتل لك ام تتيجي يا غالي فيخد القلب من الارضيات للسماويات معتش ليس لنا هنا مدينة باقي ما لنشي فيها راحلون ارض غربة وانعدل فيها وراحين وطننا السماوي نكون مع المسيح كل حين وده الشيء الجميل فيقول له قل لأخي ان يقاسمني المراس عارف الرب يسعى له ايه من اقامني قاضيا او مقسم عليكما رح له القضاء تشمل فيه معناها رح له القضاء تقسموه لك انت واخوك لكن انا مش بتاع الارض وبعدين يقول له الحل الوحيد بينك وبين اخوك يبدأ منك انت مش اخوك اللي ظلمك تحفظه من الطمع لان ليست حياة الانسان من ماله وبعد كده قال له المثال بتاع الانسان الغبي الغني الغبي يعني وهنا الرب يسوع لو خدت بالك تحول الموضوع الى موضوع روحاني بحت ليس بالخبز وحده فاجابه قال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله والغريبة ايه الشطان ما نطأش كلمة تانية من ناحية في موضوع الخبز خلاص عارب يعني ايه الاجابة قفلت عليه السكة برب قاضية انت عارب عارب كأنه عاوز تفهمه ايه عاوز تفهمه انا ابن الله سوى اردت او لم تريد ثانيا انا من السماء الذي من من السماء هو سماوي يحنى المعمدان قال عبارات زي كده فصحة ثلاثة من انجيل يحنى الذي هو من فوق هو فوق الجميع واللي من الارض هو ارضي كبتكلم عن نفسه باعتباره من الارض واتكلم عن الرب يسوع باعتباره سماوي من السماء فعاوز اقول له بص باعة صدقت او لم تصدق انا ابن الله ثانيا خد بالك انا جاي احول الناس الى ناس روحانيين هاخدهم من ايدك سوى اردت او لم تريد وهيتحرروا واتباعي دول مش هيمسكوا في الارضيات لكن هيعرفوا قيمة كلامي اللي كلامي روح وحياة ويعرفوا كلمتي اللي تشبع وجد كلامك فأكلتم فكان لي الفرح ولي بهجة قلبي وعرفهم ان لما يخبقوا كلامي في داخلهم لا يخطئوا والشاب ما يقدرش يعيش القداسة الا بدون كلمتي ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تعجبني لحظة اقول له ايه مش ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكلمة الله لا ما قالش بك بكل كلمة بكل كلمة يعني ما تسبش منها والحرف انت عارف الشيطان يحب دايما يعمل ايه يديك انصف ايات ينسيك الشيء الحلو خليك تمسك في ال واحد جاييني مرة هوقف الكلام بس لحظار كده وبعدين بيقول لي ايه اهه ظروفنا كده كمؤمنين وقلت له خير قال لي مش الرب يسوع قال في العالم سيكون لكم ضيق اهه اه دينا بن عاني وقلت له على فكرة قال لي نعم قلت له لغة الشيطان قال لي دي يا خاها حليم دي ايه في الكتاب قلت له سداني حفظها زي بس خلي بالك بها لغة الشيطاني خليك تاخد جزئية تعرفك وتقلم قلبك في العالم استضعاف في العالم سيكون لكم ضيق حبيبي قولي الآية صح هتلاقي ضيق حصر يعني قبلها بيقول لكم في سلام يبقى امسك في ديه سلامنا مضمون في المسيح آمين وبعدين يقول سقوا أنا قد غلبت العالم لنا نصرة المسيح ورحات تضيق في الوسط في العالم سيكون لكم ضيق يبقى في يمينه سلام المسيح الحافظ وفي يساره غلبة المسيح ونصرته آمين يبقى أنا أعيش في سلام في الضيق وأغلب وانتصر كل على حياة الإبليس آمين فالشيطان دي من يديها عارف يحزب لكن مبارك اسم الرب دي خلينا أنا وإخواتي مع بعضينا كلنا ناخد بالنا بكل كلمة تخرج من فم الله من فضلكم كفاية من كلمة نؤمن بالوحي الفكري كتاب دا مش أفكار كتاب دا كلمة الله آمين كلمة الله حبيبي كل الكتاب هو موح به من الله لم تأتي نبوة قط بمشيط إنسان بل تكلمه وناصى الله القدسون مسوقين من الروح القدس عشان كده الرب بكل كلمة تخرج من فم الله النتيجة كان انهزم إبليس آمين يبقى أول حاجة يستخدمها إيه هي التشكيك حاول أن يشككه في لاهوته آمين إن كنت ابن الله هاستخدم نفس الأسلوب معنا كمؤمنين طبعا أبسط الأشياء إن كنت أنت مؤمن أنا عارف يمكن السؤال اللي هسأله ده تسأل من كثيرين لي فأنتهز الفرصة أن أنا أقوله إن كنت أنت مؤمن رب يسوع قال ما له إيمان مثل حبة خردل يقول للجبل انتقل في انتقل أو قل الجميزة تنتقل فتنتقل اللي لها جزور مغروسة في الأرض أو جبل ما حدش يقدر أحركه أنت مؤمن آه أنا مؤمن طب ما تنقل الجبل أو تشيل الشجرة عشان كده تبص تلاقي مؤمنين كتروا لك أيها بس فيه آيات الحقيقة ما نقدرش نفهمها يعني عبارة عن كنات أبدا أبدا أنا مؤمن أنا أنا بكلمك أنا ومش عايز أقول أنا لأن أكره كلمة أنا ونقلت جبال كتير ها يستغرب دلوقتي حبائنا المشاهدي سمينا أسماء الجبال جبال اللي هضبة الشرقية ولا جبل مش عارف فين ولا جبل فيه حياتنا فيها جبال المشاكل جبال الأمراض جبال الخلافات الزوجية جبال جبال كتير في حياتنا لما يكون عندنا إيمان بالإيمان نغلب هذه الجبال جزور زي تجميزة لها جزور هذه الجزور تنخلع و تنطرح و نعيش سلام و أمان يا رب زي إيماننا آمين الحقيقة بيوضح النظر أنه الإنسان إذا بيعتمد بس على الأرضيات و على الخبز الأرضي بيضل جوعان الذي يعني يشرب من هذا الماء يعطش أرضاً لكن لما منلفت نظرنا بأنه الأمور الروحية الأمور السماوية الرب يرفعنا إلى نشبع روحياً والأمور الأرضية بتيجي بعدين عمل عمل الرب شكراً دكتور للتوضيح الحلو في في أول فقرة من هذه التجربة الرب يعطينا وقت أعزائي المشاهدين و قدر نكمل هذا الموضوع أحبائي رح ناخد فاصل و ثم نعود لنكمل برنامجنا هذا أحبائي المشاهدين نعود لنكون مع بعض في السهرة الحلوة دكتور حليم أنا جداً سعيد أنه نتكلم عن هالموضوع لأنه حاسس أنه الرب عم بيكلمني أنا أول عم بحس أنه فعلاً في بركة في دراسة هذا الموضوع و دراسة شخصية الرب يسوع المسيح في مقاومته للتجربة و لخدع أبليس اللي هو درس إلنا كيف نتعلم من حبيبنا و ربنا يسوع المسيح كيف نقدر نواجه التجربة مثل ما رب المجد قاوم إبليس في هذه التجربة أحبائي دكتور حليم تكلم عن الرب يسوع المسيح كالله لتهار في الجسد تكلم أيضاً عن التجربة الأولى و كيف الرب يسوع المسيح وجه فكر إبليس لأنه الحاجة مش للأمور الجسدية والخبز الأرضي فقط ولكن هناك شيء أسمى وأعظم وأرفع وهو كل كلمة تخرج من فم الله دكتور إذا تسمح لي بس أني أقرأ التجربة الثانية نعم حتى أعزائي المشاهدين يكونوا معنا في الفكرة عن التجربة الثانية بالتجربة الثانية من استداءة من عدد خمسة من إنجيل متى و الصحة أربعة بيقول ثم أخذه أي إبليس ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل و قال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى يديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك آمين يا ريد دكتور تعطينا فكرة عن التجربة الثانية الأولى شفنا مع بعض إن استخدم سلاح التشكيك من جهة لهوت ربنا يسوع المسيح إن كنت ابن الله واستخدم كمان في التجربة التانية نفس الكلام أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الحيكل وقال له إن كنت أنت ابن الله يبقى برضو مصر على التشكيك من جهة هذا الأمر في الأولى اتكلم استخدم الخبز المادي قل لهذه الحجارة أو قل أن تصير هذه الحجارة خبزا لكن المرة دي مش استخدم إن الرب جاع أخيرا عرف إن النصرة تحققت في المكتوب وإن العوبة اللي بيلعبها دي فاشلة وتم خرابه وهزيمته فيها تماما رح استخدم اسلوب تاني وده يورينا إن الشيطان لا يكف عن استخدام الأسليم برضو استخدم نفس السلاح إن كنت أنت ابن الله لازال طيب أنا سألتك سؤال إن كنت ابن الله قل لها أن تصير هذه الحجارة خبزا قلت لي ليس بالخبز واحد ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله طيب أنا ما عليش بقى هنغير المكان ده نروح مكان تاني المكان الأولاني في البرية حيث الوحوش المحيطة به فاستخدم الإسلوب اللي يتناسب مع البرية يعني بني إسرائيل لما خرجوا من مصر وعبروا بحر سوف خرجوا أخذوا عجينهم مصرور وأخذوا خبز معهم من مصر كتير للرحلة بس انتهى كل الأكل اللي أخدوه فجعوا مفيش فيقولك تزمر بني إسرائيل على الرب ليس لنا طعام نأكل مفيش خبز نأكل فتزمروا فكانت النتيجة إن الرب جاب لهم المن من السماء والسل وملت الأرض وأشباحهم جاوب على تمردهم عصيانهم وتزمرهم لو عندهم إيمان ما كانواش يشكوا في صلاح الله كانوا عرفوا أن الله بطريقة أو بخرى اللي أخرجهم يطعمهم المسألة تحتاج إلى إيمان لكن للأسف الشك صوبوا الشيطان وكانت النتيجة تزمرات على الله فكانت إجابة الله بالمن والسلوى هنا بأل أن المتجسد هو الله أجابوا إجابة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله كما هو مكتوب في سفر التسنين مكتوب لأن الشيطان عارف ما هو مكتوب مكتوب المرة دي بقى ما استغلش البرية قالوا معلش ننقل من البرية نروح مكان تاني راح فين بقى بص هنا يقوله الكتاب أخذه إلى المدينة المقدسة أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل حكتين المدينة المقدسة والهيكل حكتين مهمين قوي طب إيه المدينة دي هاي طب وليه ما أخذوش الأريحة طبعا لو أقايل أخذه إلى أرشاليم المدينة العظيمة يعني عرفنا اسمها طب ليه ما أخذوش الأريحة طب ليه ما أخذوش للناصرة ما مليانة جبال وأماكن علي طب ما أخذوش للكفر نحوه لأرشاليم أصطلو عارف المكتوب عارف أن أرشاليم هي مدينة الملك مدينة الملك العظيم الملك العتيد عرش داود وهو الوارس الشرعي العرش حسب الجسد عرش أبي دوود عشان كده قال له مش هيد المملكة بص بقى تعالى ناخد هنا أخذوك لجناح الهيكل العبادة يعني أرشاليم الملك والهيكل عبادة فبيقول له بص بقى إن كنت ابن الله بقى حكتين مهمين المدينة دي بتاعتك هتملك عليها والهيكل دا اللي انت هتجلس فيه دا اللي يعبدوك من خلاله بص بقى إن كنت ابن الله بقى اطرح نفسك وخلي الناس تشوف شوفوا قولي ايه كده تاني اطرح نفسك إلى أسفل ولاحظ المرة دي بقى استخدم كلمة ما قالهاش في الأولى ما قالهاش في التالتة لما علق على التالتة هقول ليه ما قالش التالتة لكن أنا علق على دي لأنه مكتوب ليه قاله لأنه مكتوب لأن الرب يسوع سبق وقال له مكتوب فكان عاوز يقول له ما أنا عارف المكتوب برضه لأنه مكتوب دا حاجة رقم اتنين استخدم المكتوب للتشكيك يعني بشكك الأول إن كنت ابن الله المرة التانية بقى هيشككه في ايه في المكتوب مش مكتوب اني أو على فكرة لما يقول مكتوب ما يقولش الآية كاملة الآية اللي ذكرها إبليس دي موجودة في في مزمور واحده تسعين مزمور واحده تسعين بس ما قالهاش كاملة جاب المكتطف اللي عايزه هو ما يجابش الباقي ما ده خبسه ماها خبيس دايما زي ما قلت يقولك في العالم يقول لكم ضي طب ما تقولي الاتنين اللي قابليها والبعدها لا ما يقولش فهو دايما ياخد الحاجات اللي تخدم مقاصده الخبيسة بص يقوله إيه كده يقوله لأنه مكتوب أنه يوصي لاحظ أنه يوصي مين على مين حاجة يقول له الله أبوك مش ابن الله يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك شايف بشكك في إيه كلام ده مزبوط أنا بقولك على حاجة مكتوبة إن كنت ابن الله اطرح نفسك بقى وعليت حال مكتوب خلي الكلام دي بقى حقيقة بقى برهن على إني ده كلام الله برهن على صدق ما قيل عنك برهن وده خبسه يا إما يشككك في لهوت المسيح أن نتكلم عنه شوية نحن قباشا يا إما يقولك إزاي المسيح هو ابن الله وإزاي هو الله وإزاي الله اللي يتهزله العرش يتجسد وإزاي يأتي إلينا إنسان ومش بطال من الموضوع ده يا إما يقولك معقولة الكتاب ده كتاب الله برهن لي اسبت لني ده كلام الله يا إما يقولك محرف وكلامي واحد يقوللي كتاب ده كتاب الله قلت طبعا قال لي محرف قلت حبيب قلبي بسيطة قوي أنا مش هجاوبك لإجابات كتيرة بس أنا مش هجاوبك غير بعبارة واحدة لما أنا أقولك دي محرفة يبني معي الأصل معي الأصل أبسط أشياء قل لي بص دي وطابقها على دي أقول لك كتر خيرك لكن حضرتك جاي تقولي الكتاب ده محرف هتلي الأصل فتنسى كده وقال لي في الفاتيكان قلت التذكرة على حساب وروح أنا وأنت الفاتيكان ممكن تجيبه لي حل عني ومشي لأن ما فيه شي أو كل كلمة بتتقال بس هي دي حيا الإبليس بدأ مع أمنا الأول بنفس الطريقة في تكوين ثلاثة يقول إيه أحقا قال الله مكتوب أحقا قال الله أحقا هذا كتاب الله أحقا قال الله أن يوصي ملائكة بك ما هو إلي كلام فالأول شكك في لهوته إن كنت ابن الله التانية بيشكك في المكتوب في المكتوب ليه بيعمل كده هو بدور على الشيء يقصده في المرحلة التالتة بس الغريبة شوفه إليك إيه يوصي ملائكته بك صح كده لما الرب انتصر في آخر التجربة في هي رقم ثلاثة خلينا أرىها مع حضرتك يقول إيه يقول عدد 11 بعد من هزم ثم تركه إبليس تركه مهزوما وإذا ملائكة قد جاءت فصارك تخدمه أي غريبة أوي طب ما ما يوصي ملائكته لا الغريبة في حاجة يوصي ملائكته نسب الملائكة المين يا الله لا الله لكن هنا يقولك إيه وإذا ملائكة قد جاءت طب يعني إيه أرسلهم مرة الله أرسلهم طب ما يجيش لف التوقيت لا ما يجاومش على سؤاله لكن يبرهم بالعمل ختم لك إزاي يعني مثلا إن كنت أنت ابن الله قل لهذه الحجارة أنت تصير خبزا يجاود يحول زي ما قلت يحول المية إلى خمر بس بعدين في معجزاته ويشبع خمسة ألاف رجل ما عاد النساء والأطفال من خمسة أرغفة شعير وسمكتين هنا كمان يوصي ملائكته يحملونك يقوله المكتوب مكتوب لا تجرب الرب إلهك افهم مين اللي واقف قدامك مكتوب لا تجرب الرب إلهك وبعد ما مش أفرجك بقى الملائكة تيجي ولا ما تجيش تيجي الملائكة تخدم إيه العظمة دي بتاعت الكتاب المؤدس والجمال وروعة المكتوب فجاءت ملائكة تخدم قد جاءت وصارت تخدمه فدي رقم اتنين التشكيك في أقوال الله عشان كده لما حط لما لقي آية مش أدر أفهمها أنا بتكلم عن نفس المرة دي تاني أنا أحط أصباع على الآية وارفع وش الفوق أقول له ده كلامك وده كتابك بس أنا مش فاهم مش عشان الآية صعبة هشك في الكتاب لا أقول له بس أنا مش فاهم يا رب طب هنا يقول أخذه إبليس وهناك بيقول قصة عدة أنا مش عارف أعوز أفهم فهمها لي والرب فهمني لكن الكتاب يظل كتاب فوق مستوايا وأظل أدرس وأتعلم لأن أنا في مدرسة النعمة تلميذ من تلميذ الرب يسوع المسيح والله بيعلن إلنا عن مقاص نعم نعم آمين آمين رح نكمل بتعرف أحيانا نتفكر فيها بالآيات بالتجربة بحس أنه إبليس كان عم بيحاول يوصل للرب يسوع المسيح بسموها بالإنجليزية شورت كات يعني طريق مختصر يعني أنت جاي وبدك تفرجي حالك للعالم أوكي أعلن عجائبك كأنه بيحول النظر للأمور الجسدية للأمور التبهر العيون الأمور بتفرجي الأعاجيب ما هو استخدم الطريق القصير بعد من هزم أربعين يوم أربعين يوم بيجرب هزيمة 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 خلاص بقى نستخدم الطريق المختصر ونستخدم العنف كمان بمحاولته أنه يأخذ ربي سوع المسيح يعني مثلا خلينا أحكي عن آخر تجربة إذا بتسمح اتفضل رح أراها مشان أعزائي المشاهدين أيضا لأنه الوقت صار ديق بيقول بآخر تجربة بيقول ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميعا مالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعا إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد آمين أحبك تحكي عنه شوي ونعلق علي مع بعض وده الإسلوب رقم ثلاثة وده التجربة دي بالذات التالتة تظهر خبسه وما يبغيه وما يريده لأ بل تظهر ما فعله قبل خلق الإنسان ما فعله تظهر لماذا سقط الشيطان يعني واخذ بالحضرتك إزاي طريقا ما ليشككه إن كنت ابن الله وبشككه مكتوب هل ده مكتوب صح ما تنفزهن على الواقع عشان يوصل للغرض النهائي التالت وهو تحقيق الهدف اللي هو عايزه يظل رئيس هذا العالم وسيد الموقف يعني لما تقرأ فيه نبوة إشعية أصحاح 14 وحسقيال 28 إيه غلطته غروره بحكمته جماله قاده إنه عاوز يصعد فوق كرسي العلي ويجلس مكانه وصير إله وده اللي بيبحث عنه فلما نهازم في الأولى والتانية قال لك طب أجرب بقى معاه مدام هو بقى وضحت لي أنه هو اللي تعبده الأمم والشعوب يبقى خليني أجرب مرة أخيرة مع أنه حاكم عليه بالنر الأبدية المعدل إبليس لكن لسه برضه بيخاتل علشان عاوز مكان عشان كده من ديه بالذات وابتدى نزوله مستمر خلاص بقى مفيش أنت عارف لما سقط الشيطان قبل ما يجي المسيح وقبل الصليب كان له حق المسؤول في محضر الله اضطرد من السم آه واتحكم عليه وجهز المكان اللي هيروحه النار الأبدية المعدل إبليس لكن لم يفقد وجوده في محضر الله بدليل لما اجتمعوا من الملائكة مع بعض والرب وفصليهم هو راح في الوسط لما جاي الرب يسوع راح داخل مع الرب يسوع على طول مباشرة وجها لوجه في الأمور دي في التجارب فلما انهزم بدا الرب يسوع يطرده بقى يلا من أفساد البشر يطرده تحرير الناس الناس اللي بتأمن به خده في الصليب باه ورح مديره مضبوطه بالقيامة أعلن الانتصار وبقي كلهم الشياطين في قبضة إيده سبايا حرب فقد تواجده في محضر الله لأن المسيح خلاص دخل كسابق لأجلنا وبقي رئيس الكهنة العظيم والشفيع عشان كده من سيشتك على مختاري الله ما يقدرش يدخل انتهت وبعد كده هينزل تاني لسه في نزوله لسه بعد شوية في الضيقة العظيمة السبع سنين هيبقى في ينزل من السماء للأرض وخرب الأرض بعد اختف المؤمنين بعد كده هيتربط في الهاوية ويتختم عليه بعد كده ينزل على بحيرة النار وكبريت مسواه الأخير هنا بقى في التالتة دي أظهر ما في داخل وما يبغي شفوا قوله إيه أولا يقول أخذه مرتان أخذه إبليس إلى جبل عال مرة دي خده على جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم العالم ومجده ومجده بصراحة عشان أكون مخلص معاك دي من ضمن الآيات الأفكاري بتبحر بحور وخاصة في هذه المملكة التي نجهلها ولا نعرف إلا القليل عنها بحسب الإعلان الإلهي أخذه على جبل عالي آراه جميع ممالك العالم ومجده مش عارف كيف آراه جميع ممالك العالم إيه القدرة دي حتى أن يوري الرب جميع ممالك العالم وكمان ومجده مجده مجد العالم ودي التالتة يعني لما يلاقينا متمسكين بالرب وعارفينه كويس لما يلاقينا متمسكين بكلمة الرب ولنا تساهل فيها يبتدي يدخل بالخصة أني حاربنا بالعالم وب مباهر العالم مجد العالم بكل أسف وده اللي وقعنا فيه بس رب المجد ما وقعش فيه آمين أراه جميع ممالك العالم عاوز إيه بص بقى دي كلها دي كلها دي لي أنا شانا رئيس العالم طب عايز إيه هات من الآخر أعطيك هذه جميعها بس يطلب صغيرة أو بطلبها منك إن خررت وسجدت لي يبقى عاوز يبقى إيه ملك إله إله رجع نتاني الأشعي عاوز يبقى إله إن خررت وسجدت لي يبقى شوف برضو فيها تعليم مهم وحلو وأتمنى إن أنا ألحق أو الحاجة ولو قليلة من التعليم الحلوة في هذه الجزئية عارف لما يقوله إن خررت وسجدت لي أعطيك ممالك العالم يعني نقدر نقول إن إبليس بيخلي الناس منجذبة وتنفصل عن الله وتتبعه من خلال إغراءات العالم ومجد مجد العالم وللأسف هو ده اللي ماشي مع العالم النهار يقول لك يا عم تروح للإيمان حرمان دي حرام ودي حرام ودي حرام أنا عاوز أعيش حياتي يا عم إيه اللي خلينا أنا أروح في الزنقة دي هاي وتقعدوا تقولوا لي دي حرام ودي حرام ودي حرام لازال الشيطان بيضحك على البشر العالم ده بتاعي وهديكم مباهج ومجد هذا العالم بس اتبعوني أحرمكم منه لو مشيت ورا واحد اسمه يسوع لكن مدام تتبعوني هديكم اللي انتو عايزينه ولا بيعطي الله بالعكس إن عطى شيء ياخد أشياء عمره ما هيعطى عطاء كامل أبدا وكل عطياء عالمية والكتاب قال إيه لما الرسول يحنى قال العبارة دي قال لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم وبعدين يقول إيه إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة العالم محبة الآب سوري إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب ورجعه قال إيه بقى العالم يمضي وشهوته اللي انتو تمسكوا فيه ده اللي يحرمكم من التمتع بالأبوة الإلهية والعز والمجد والراحة والسعادة دنيا وآخرة ده أرضي وعالمي هينتهي العالم يمضي وينتهي هيئة هذا العالم تزول الأرض تحترق والمصنوعات التي عليها فأدل اللي يتحك علينا الشطنبي العالم فتبص النهاردة بنجري ورا حاجات أنا الكتاب يقول إسلكوا بالقداسة لكن إحنا ما تفريش معنا خلينا نعيش فان الموضة عري تنشي عري أخذني أحد الأحباء وأنا بأخدم في ساكرمينتو الأسبوع الماضي فأخذني يعني ما ليش هقولها على هوا أخذني على سان فرانسيسكو وإحنا في السيارة ماشيين فإحنا طبيعي رايحين مرئين على مدينة تانية رايح أخدم فيها وهارجع تاني وإحنا مرئين في الشارع ماشيين فبيقول للأخ بص يمينك أخ حليم فبصيت لقيت واحد طويل طوله عرض مشعوريان زي ما أم والدها أنا صدمت فقول ده مجنون يعني أحيانا بشوف العينات دي هاي يكون فاقد عقله أو عليه الشياطين فبيخلوا إيه مشعوريان قال لي بص قدامه مش واحد فلقيت سرب عدد رجال فيهم واحد ما يقلش عن سبعين سنة وستة كبيرة في العمر وشباب ماشيين عريانين زي ما أمهم جايباهم ايه ده قلت القيمة محلة واندسرت إلى هذا الحد ده أنا قلتها في خدمة نوع من المزح بقول يا أخوات كل ما ده مفيش فستان بتلبسه شرطات صغيرة عيب الكتاب بعلمنا الحشمة يقول المؤمنة تلبس لباس الحشمة أنا خايف عليكم لجهزوركم مرة ألاقيكم ماشيين عريانين وتقولوا ربنا خلقنا كده قلتوا ده أنا بقولها مزح ومعيون تشوفها حسيت الرب بقول لي أنا اللي تكلمت مش أنت ودي العالم وما يصل إلي ودي مباهج العالم مباهج إيه بمشي عريان فقد عقله ووعيه بلا أخلاقيات بلا أدب يذكر جنسة ما هو مطلوب إيه ده هذا إبليس اللي بيعملوا فيهم شوف رايح يقول للرب والرب قاصد علمنا الدرس عايز يقول لي حبابي انفشلتوا في الأولى والتانية خلي بالكم من إغراءه في العالم طب الحل إيه يا رب شير مع الرب قال له إيه بقى في الإجابة الحلوة قال له مكتوب مكتوب للرب إلهك تسجد للرب إلهك أنت مش هتكون إله ولا عمرك هتكون إله للرب إلهك اللي خلقك تسجد وإياه وحده تعبد جميلة قوي بس عارف النتيجة كانت إيه تركه إبليس في لقى يقولك تركه إلى حين تركه إلى حين يعني النتيجة أنا واخد صفر بس هنتقبل مع بعض لا هتتقبل فيه مش هيتركه هتتقبل على طول على وجهك لغاية ما تترمي في نارة جوهنة آمين آمين ربي ساعدنا حتى فعلا نتعلم هذه الدروس الثمينة جدا وكيف نحن نقاوم التجربة يعني نتعلم شخص ربي سواء المسيح مثل ما حكيت مكتوب مكتوب نعم مستك في الكلمة لأنه هي إعلان الله إلنا حتى نعرف مركزنا في المسيح نعرف محبة الله إلنا نعرف خلاصنا الأكيد نعرف الأشياء اللي الله عدى إلنا المصر اللي إلنا في المسيح هذه الأمور ما بنعرفها لحالنا ولكن من خلال المكتوب في التجربة الأخيرة بس في الفكرة كأنه قبليس عم بيقوله للرب يسوع المسيح أنت ليش بدك تتعذب وتيجي على الأرض وتروح أنا بدك شو بدك الأرض بدك تأخذ تصير ملك في العالم أو تتبعك العالم أنا بأعطيك إيها مجانة ما فيه تزوم تتعذب ما فيه تزوم تمشي على الأرض وتطور الشداني مش مجانة ده بيقوله تسجد لي أيوة بس أنت بسيطة ما هو يصغر له إياها يعني أنت تبع رقم اتنين ورقم واحد أنت بعدي وأنا بأعطيك إياها كلها إليك ولكن الرب يسوع المسيح له المجد عارف أفكاره لا يجعل أفكار إبليس وهو عارف بأنه الطريق اللي ماشي في الرب يسوع المسيح كان حاط نظره على الصليب لكي يأخذ المجد بقوة وبجدارة وبانتصار في المعركة معركة الصليب دائما فكرة إبليس ولا مرة بيحكي عن الألم لكن بيحكي عن المجد يعني ما بيفرجيك أنه في ألم مع هالمتعة هاي أو مع هالمجد هيدا أو مع الشهوة العالم ثم في العسل أيوة بس بيفرجيك العسل وهيك فرجها حوة وهيك فرجها رب يسوع وهيك بيفرجينا كل يوم بيفرجيك أنه القطية هي لزة بيفرجيك أنه هي بهجة ولكن ما بيفرجيك الألم اللي بتحصده من وراء الخطية أو وقوع في الخطية دائما بيوجه نظرنا للأمور المتعة المؤقتة ولكن مش الثمن الذي ندفعه بعد هيدا المتعة وهذا الروح الكدس اللي بيعملو فينا ما بيوجه نظرنا للمتعة المؤقتة ولكن بيأخذنا للمتعة الأبدية للمتعة الأبدية وبيفرجينا تحذيرات الروح الكدس من خلال الكلمة على الحفرة منوع فيها في أوقات نهائية آمين أنا عاوز بس أول كلمة للمشاهدين قبل ما نقفل على البرنامج بتاعنا لازم نتعلم من المسيح الدروس هو قدوتنا وما يجب أن نتعلمه أصلي من كل قلبي أن نكون قد تعلمنا كيف نواجه إبليس عندما يأتي لتجربتنا لا تشك في أقوال الله آمين لا تشك في مسيحك الذي هو ابن الله الله الذي تجسد ولا تشك إطلاقا أن العالم لابد أن يحترق تمسك بإيمانك وقريبا نكون مع الرب يسوع آمين آمين أحباي المشاهدين أنا جدا سعيد أنه كنا مع بعض بهالفترة وفي السهرة الحلوية وخاصة وجود دكتور حليم معنا وفيهالكلام الحلو كلمة الله المقدسي أنا رح أدعوكم جميعا أنه تصلوا من أجل الخدمات ومن أجل الأرامية ورح أقلكم أنه دكتور حليم رح يكون معنا يوم الجمعة والسبت والأحد بإذن الله في كنيسة يسوع نور العالم على 13 مائل ودكويندر حتى يكون في خدمات مع دكتور حليم والأخ المحبوب زياد شحادي المواعيد الساعة مواعيد الساعة سبعة ونصف مساء في الكنيسة اللي على 13 مائل ودكويندر رود الأحد النهار الأحد الساعة 12 والجمعة والسبت ساعة سبعة ونصف مساء ولأن نلتقي في مرات أخرى الرب يسوع يكون معكم ويحفظكم ساهرين ومنتصرين بقوة الرب على التجربة آمين آمين آمين